موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم نتمنى تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي يجب سلكم اليوم قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى كامل تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما عودتكم حبوباتي ديما نحب نشارك معكم روتيني او يومياتي وليما رح نشارك معكم الروتين بديتو من الليل ورح نكملو غدوة من ذاك المهم اللي بنات برك رح نعطيكم فكرة ناسائح كما عودتكم المهم اللي بنات كما كم تشوفو هنا اراني ندير في الحريرة بسكو كان ديو مراجل يصرف لي المصرف يعني غير تاع الخضرة اهنا قوتنا بخوفيتي الحريرة هي لولا كما نعرفو الخضرة بالخوف تدبال سيخطو القصبر ندير الحريرة ومنين الطيب نديرها في اللي بوغت مانجي ونخبيها في كونجي لاتوق امنين نحتاج نجبد ومام الخضرة هكا نضمن باللي ما هيش رح تخسر لي ولا تنقص اهنا كنت لو بيها نقيتها ودرتها تفور درت لها غير الملح برك وهاي اللي كم بعد ما فاردت تخليها لازم تفور مليح يعني حتى تاني يدخلها الطيب وهنا ثاني قدرتها في بوغت مانجي امنين نحب نطيبها رايح نجبد غير هذي كل البوغت مانجي نديرها لعصوص بالتجاج ولا بالحم ولا راح نديرها بالثوم والطوماتيش اهنا كفكرة عمرك اللي تبلعي بوغت مانجي تاك وهي عاد سخونة ديما خلي الماكلة اللي فيها تبرد مليح من بعد بلعيها وديريها في الكنجيلاتور هكا تنقصي على رحك الخدمة وفي نفس الوقت الخضرات تاك ماهيش رايحها تذبل المهم البنات بعد ما ضربت الحريرة ودرتها في الكنجيلاتور ومام هذي كل الوبيا درتها في الكنجيلاتور اهنا والليت راح ننخسل في اللي غيدو تاع البوتاجي اهنا نوري لكم انا كيفاش نخسلها كما كنت شوفو عندي هذو اللي كريستو على باري بزاف تعرفوهم الساشي تنباع ديميل مني نشرها هكا في علبة تاع بلاستيك وكي نحب نخسل لي سربيت ولا هذو اللي غيدو ندير لي كريستو في الماء الحامي كما كنت شوفو هنا ايه ديجال لون التاعه وغيد ديري في الماء راح يتغير لون التاعه يولي اللون بيض نخليهم يذوبوا شوية بعد ما يذوبوا هذوك لي كريستو راح نجيب لي غيدو تاع البوتاجي ولا ليسا غفيت ولا وندخلهم في هذك الماء مع لي كريستو ونخليهم يباتوا ليلى كاملة غدوة من ذك سوى تغسليهم بيدك ولا تديرهم في الماشينا اللي كريستو ينقي علامة ليسا غفيت ولا لي غيدو ولا المهم اللي بنات انا هنه راح نخليهم يباتوا ليلى كاملة ونعاود نولي للبوتاجي النقيه هكا باش كوزينتي نضمن بلي رهام قياه وغدوة مصباح ما صيبهاش ومسخة احنا اللي بنات كما كم تشوفوا رغوية كامل بوتاجي اللي بنات منين تحبوا راحة بالكم ويعني ما تحبيش العشاق على الخدمة ديما كوزينتك نقيها في الليل كما كم تشوفوا هنه نقيت كامل بوتاجي نقيت ثاني هذيك العبلاك كما راكم تشوفوا فيها احنا ثاني كما عني تعال عشاء كامل غسلتهم وهو اللي بي ثاني كنقي غدوة صباح منين النوض ما نصيبش الماعن مسخين ولا الكوزينة مسخة هذي التوخشون اللي نمسح بها ثاني كخليتها معلقة هذي الكاجو الصغيور دايرا فيه لو جعفيل امعال ايزي ستاعد الماعن احنا اللي بنات راح نعود نرجع الماعن ونروح نرقد اوغدوة من ذاك نكون متهنية من الكوزينة بونجوغ لبنات كيما كم متوفوا مع هذا الصبيحة راح نشارك معاكم روتيني الصباحي اول حاجة كيما عودتكم واللي هي كينو ضمن بلاستي نتوضى نصلي من بعد راح نفتح التاقة ونخلي لهوا والضو يدخلوا هاك اللاشون بغلاشون بغلاشون بغتاعي تتهوا كيما نعرفوا مكاش كيما الضو تعربي سبحانه احنا لبنات اول حاجة درتها جبت العرب اللي ندير بها الميناش قلتلكم ديما ديري حاجة قديمة ديري بها الميناش متخسريش كامل حوايجك سيختو اللي متزوجيت ولا اللي عاد عروسة ديما ديري بيجاما ولا بدعية ولا ديريها تعميناج ولا حاجة واحد اخرى بعد ما تكملي الميناش البسي الحاجة الشابة اهنا لبنات بعد ما راح نبس هذه الغرب راح نبدأ نقي في العشنبخ كيما كم تشوفو راح حالتها حالة راح كارثة راح نحذو اللي دغا نشانجيهم راح نجبدل دغا الاخرين اللي راح نفرجهم نحن تجهز لنصحك منين تبدأ يتدري في اللي ضغاء دي ما تدي معك ضغاء نواغ مع ضغاء بلون مي ما تدري لهم شلاسيك من تحتها سواء تحبي تدري هضغاء اوس ولا تحبي تدري هضغاء احنا اللي بنات فرشت الضغاء البلون هو درتوه ضغاء اوس احنا عاود شانجيت لمخاد عمرتهم بليتي تاوعهم وهنا رايحان نبلاسيهم كي ما راكم تسوفو قلت لكم انا برس كل دو جوغ تخواجوغ ان شانجي ليدغاء احنا رايحان ندير هذي هماية سيختون واغو البلون مني تديهم راح تسحقيهم تكسري بهم الالوان كما نعرفوا الليك حالو البيض يجو كامل مع الالوان احنا سيجمت المخاد وش رايحان ندير رايحان نولي اللي تابل دونوين فوت عليهم مسحة خفيفة كي ما كم تشوفو اللي بنات رايحان تشوفو في الزاجات كامل تعلي تابل دونوين تهرسولي بطح عليهم غير حاجة خفيفة رايحان تهرسهم ان شاء الله بربيران ان دي سيديا نعود كامل نحيهم ونعود وحد اخرين احنا اللي بنات بعد ممسحت كامل لتابل دونوين رايحان نعود نرجع فيهم هذو الينب رايحان ندير هذو الكادر ولا الموتيف ولا وهنا رايحان نحط هذو الاجنده مع الواضر التاوعي المهم اللي بنات نعود نولي للفوتايك وترفت منه كامل الحوايج اللي تطبق طبقتها اللي مصد خادرتها في السلة وريحان نطبق هذو السجادة تعصالت وهنا نحطهم بجهة بجهة احنا اللي بنات نعود نولي لهذو اللي كوفخ برك حبيت نشارك معاكم انا هذو اللي كوفخ ديرا فيهم واحد ديرا فيه ليزاكسيسوار واحد ديرين فيه لي بابي هاكا حويج خفافتع كاختنسيونال ولا والصغير كامل مخليته الراجلي كيما كنتو فهنا ليزاكسيسوار انا منظمتهم رفدت لي كامل ليزاكسيسوار التاوعي كيس حق نجبد ونعود نبلع هم نورمال كيس حق نشارك مخليات كيس حق نحن لها كوافز ثاني كامل نقيتها بالبكودوية وهنا حضرت للسال ديربان ثاني كامل بمسحة خفيفة كما كنتو ترى نضيته غير شوية ايجيس ومسحة كامل لفابو ونقيت التواليات عزاكم الله ومام الفايانس دي فوا نفوت تعليه غير غير بطوخشن بشمخة المهم لابنات ديما السال ديربان تاعكم ولاشان بغتاعكم يجب ان تخرجوا منهم حاولي ديما لعشان بغتاعك تكون مقيمة سيختولي تكون ساكنة في دار الشيخة على بلنا شغول ما هو شرح يخليها كامل تريح هكا تضمني لعشان بغتاعك تكون مقيمة كما كنت تشوفوا لها كوافز كامل بتحتها او نقيتها نعاود نولول السلة تاها القشل المسخ قلت لكم انا هذي سليلة دايرتها في الصال ديبا منين نحق اناقشي ولا الزوج تاعي نحق الشو دياغكتوم ويحطوا في هذك السلة انا غدوى منذك صباحهم لنبدأ نقيف لعشان بغتاعي هذي السلة تجيني قريبة ديغاكتومون نديرها في الماشينة نغسلها وهي ديكم لبنات لعشان بغتاعي بعد ما نقيتها فحفحتها كما كنت شوفوا شوفوا لي دعا كيفاش فرجتهم هذو البلاند بالنوع اهنا فتحت التاقة خليت لهوا شوية يدخل من ساحة ثانيك هذي كالطابلة من بعد البنات قبل ما نروح للكوزينة رايح نبدأ بروحي انايا وش رايح ندير رايح الحاجة اللولة اللي نديرها اني نمشت شعري اهنا وش رايح ندير رايح ندير شوية سيروم الشعري و بسكو انا قلت لكم ماشي ديما سيشوار شعري اغلب الوقت نخليه نشف نارمال بالماب لما نشفو بسيشوار من بعد نديرو شوية سيروم ونفوت عليه بالابوس ونديرو شو شو ولكخاب ولا المهم لبنات هنا نعود نولي للماكياج قلت لكم انا ماكياجي سامبل في اليامات العادية ندير تخاسر ندير فراجو وغيسيل نديرو شو كما تشوفو فيه واللي تستعمل هذا يقعد بزاف في العين ماشي كما تغسلي وجهك ولا بلخوف يروح ومام هاذ غيسيل سعر تاعو بزاف الخيس في بالي دير فاميل ولا فانتساميل معلما على بالي بزاف منكم راكم تستعملوه وهنا كما كم تشوفو راح نديرو هادا الماكياج خفيف بزاف فانتا ما نستعمل هاش يوميا من بعد البنات بعد ما ماكيت رايح ندير بخفين كل واحدة عندها بخفين مميزة ديرو بخفين سبيسيال لي ديريها كي تكون يا رايحة ترودي خلو بخفين سبيسيال لي ديريها يوميا بش الحاجة الشابة خليها غير تاع الخرجات ولا ديريها في الليل والحاجة اللي نورمال نديريها فانها المهم اللي بنات راح ننبس هذه اللاعب كي ما كم تشوفو فيها راح ندير معها السنسلا والمنيكشت بسكو فيها بضاغي مع هذيك الباخفة نقرح سبيسيال في الفطر هذه البيتزا كنت ديرتها في الكنجيلاتور بطلقكم كي نخدم ديما نخلي خبزة نديرها في الكنجيلاتور أنا نحلها نورمال بالرولو بارك نحلها فوق بابي كويسان نديرها كامل فرماج تاعها المايونيز كامل سوالحها ونديرها بابي سيلوفان وندخلها في الكنجيلاتور كي نحب نستعملها رايحة بارك نجبدها وندخلها ديراك تماما للفوق والبنات هنا بعد ما كملت معني وتغديت وش رايحة ندير بغيت ندير شوية مايس هكا باش نفوت به الكنجيلاتور بسكو بغيت ندير الريجيم وصعي ما قديتش وصي خطراج لي مني هذي يامات راح كونجي ما نتحب ندير الريجيم أعلى جالو المهم الليبنات تعفو بالرجال ما تدخلش في راسهم الريجيم اهنا البنات راح نوريلكم طريقتي أنا كيفاش نطيب الماييس ولا المجبار كل واحد وش يقول له اهنا عندي كمية من الماييس حوالي ثمانية مغارف ولا تسعة مغارف رايحة ندير لهم ربع مغارف تعزيت حتى الخمس مغارف انا رايحة نديرهم في هاد القدرة هاد القدرة بخليتها برك للماييس ولا للكونفوتير اهنا رايحة ندير الكمية تعزيت هي الولى وراحة نديرها فوق النار بعد ما نشوف الزيت التاعي بدا يسخن رايحة نبدأ نرمي عليه في الملح الملح كل واحد وكيفاش يحب تحبي ديري نص مغارف تحبي ديري مغارف كل واحد وش يحب كاي اللي حب الماييس داعو مالح كاي اللي حبو نورمال المهيل اللي بنات انا رايحة ندير عيني هي ميزاني كما كم تشوفو هنا اقدرت انا نص مغارف وما مالك يقع كون يجيني من السوس من بعد بعد ما يطيب رايحة نزيد الملحه وش رايحة ندير لبنات هنا رايحة نجيب ملعقة خشبية ونحاول ندخل كامل هذك الملح في الزيت جربوا هذ الطريقة بإذن الله رايحة نجيب ماييس بزاي شباب كما ينبع برا اهنا رايحة نرمي الماييس تاعي ورايحة نبدأ نحرك فيه بهذا الطريقة ما تخافوش يطرتك بس كوهو كي يبدأ يطرتك رايح يبدأ يطرتك كامل مع بعض احنا كي نشوفو الحبة لولا بدات يطرتك رايحة ننغطو عليه هكا على واش ما تتحارق لكش حبة وحبة تبقى ما طعبتش رايحة توزع كامل حرارة كامل على الحبات وراحين يطيبوه في نفس الوقت وبالنسبة لماكيثات في البيت تقدري تديري هذا كام مشروع اللي ما عندهاش مدخول وتحب تدير يعني تخدم على روحة تقدري تشري كونتيتي تعمل مايس ونعرفوا بالمايس ديري مغارف تخرج لك عشر مغارف تخدمي على روحة طيبية بهذه الطريقة تخليه يبرد من بعد ديري فليساشي وتبيعيه للحوانات ولا الحمام ولا سيخطوه في الحمام متأمنوش كفاش يمشي مالك غرام الحمامي مبلعين ميوان بعده هذي كفكرة فقط اللي تحب تخدم على روحة هنا البنات كما كما كم نشوفوا بعد ما حركتو ملي حملا يحتوزعت كامل حرارا كما كم تشوفو الحبه تبدأوا يطردقوا غي تشوفوا الفقاني كامل يطلعوا وتحتين يمازالوا الحبات يطردقوا اهنا رايح نغطي عليه ونخليه حتى نحبس كامل هذاك صوت بتاعه بالنسبة لدرجة الحرارة المرة الاولى ننقص عليه من بعد راح نديره في نار معتديله يعني متزيدله متنقصله ومنين ذاك ديري بهذا الحركة يعني ارفضي الطاجين بتاعك وحاولي تخلطي كامل هذاك المايس باش اللي ماهوش طيب راح يهود من تحته ويطيب وحاوليكم اللي ماهوش طيب بعد ما طاب شوفوا اللي ماهوش طيب ماهوش طيب كبيره في باري درتغي 8 مغارف ولا 9 مغارف شوفوا الكميه اللي تحصلت عليها على ذاك قدتلكم هو مشروع مربح اللي ماكيثات في البيتليس حاب تخدمه على روحه ولا لي راجلها ماهوش خدم تقدري بهذا ودخلي دراهم وديلي راس ماهوش طيب يم باع بره المهم البنات اه هنا فوتنا القيلوة التاعنا حتى العشية بعد ماهوش طيب صليت قهويت انا والزوج من بعد رايحة نوجد العشا كيمكم تشوفو درت خبيزات تعمى طلوح حادي درت فارينا ومغرف صكر مغرف خميرة تاعل الخبز مغرف صغير تاعل ملح والمية سلعجين تاعي نورمال من بعد شكلته هكدا وائر صغير طيبته في المقلة مادرت لها نزيت نيوال وكيف كما تشاهدون كيف طيبته سوف نبدأ انفخصي كيف انفخصي انت الحاجة المتوجدة عندك انا هنا عندي ليف خيط وعندي شوية دجاج ثاني كنت حمرته مع الفرماج والمايونيز سوف نقسم الخبيزات التوعية بهذه الطريقة كما تشاهدون ما كبرتهم كيف يديروا حجم اقل من هكا هنا سوف نبدأ المايونيز والفرماج قلت لكم المايونيز نخدمها في الدار ندير الفرماج هو الول من بعد سوف ندير ليف خيط وكما نعرفوا الصيف هذي هي الحاجة بركة اللي تسلك ما تقدرش تديري مرقة ولا شربة ولا هكا حاجة خفيفة وصعية ما تقري هذي مهيش حاجة خفيفة هذي حاجة ضقيلة بزيفة على المعدة سيختولي عندها ولاد صغار هذا هو الحل الوحيد اللي يسلكك في عشا ولا في غداف الصيف اهنا لبنات درت شوية من بعد درت مغرفة المايونيز وهو بديكم لبنات المطلوع ساعة كيفاش حشيتو شوفوا البنات الشكل تحصلت عليه بزيف شباب و بنين والله العظيم تاكلي غير خبيزة واحدة اريحا تقنعك المهم لبنات هذا هو كامل روتيني نتمنى اخوتيتي كان اعجبكم ان شاء الله يا ربي ما كنت شتقي لعليكم الى فيديو اخر يا ربي نصيبكم بخير سلام اشتركوا في القناة